السناء الزراعي أهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة ومادة محاصيل لحق لجميع التخصصات وجميع المجالات في الحلقات السابقة احنا اتكلمنا عن خصب التربة وتكلمنا عن دورات الزراعية وخصوصا خصب التربة اتكلمنا في التعريف بتاعه ايه هو خصب التربة وقلنا هو قدرة الارض على انتاج المحاصيل بما تحتويه من عناصر غزائية واسمنا الخصب لنعين مهمين جدا قلنا عندنا خصب دائم وخصب ايه مؤقت ايه هو الخصب الدائم اللي هو قدرة الارض على اعطاء المحاصيل بما تحتويهم العناصر الغزائية طبعيا اما الخصب المؤقت هو قدرة الارض على اعطاء انتاج او انتاج المحاصيل باضافة العناصر ايه الغزائية يعني انا بضف لها ايه العناصر الغزائية وكذلك الامر اتكلمنا عن الدورات الزراعية وعرفنا الدورات الزراعية وقلنا ايه هو نظام الدورة الزراعية هو نظام تعاقب وتبادل المحاصيل في قطعة أرض معينة والفترة الزمنية ايه معينة النهاردة حلقة النهاردة فيها شيء جديد احنا النهاردة هنتكلم عن تمارين على حل مسائل الخصب والدورات الزراعية فبالتالي احنا محتاجين ورق أو ألم علشان هنحسب وهنكتب معادلات وهنكتب قوانين هنمشي عليها وإرشادات في حل المسائل ما فيش امتحان بيجيلك في آخر السنة إلا لما يكون فيه مسألتين مسألة خصب ومسألة دورة زراعية يعني احنا هنا عندنا في الدورات الزراعية فيه مسألة في امتحان آخر السنة والخصب اللي مسألة برضو في امتحان ايه آخر السنة فانت ضمنت كده سؤال كامل من حلقة النهاردة ايه ان شاء الله تعالوا نشوف مع بعض في التمارين اللي احنا هنحلها مع بعض اول حاجة هنحلها مع بعض وهنتكلم عنها ارشادات حل مسائل الخصب ارشادات حل مسائل الخصب ايه اللي انت هتتبعه او الخطوات اللي انت هتمشي عليها علشان تحل مسألة ايه الخصب علشان توصل بالنتيجة المعلومة او تحل المسألة بتاعتك ايه صح وتاخد الدرجة الفول مرك بتاعتك كاملة اللي هي هتساعدك ايه على النجاح بإذن الله والتوفيق اول حاجة عندي في مسائل الخصب يعني هناخد مع بعض في مسائل الخصب يعني ايه مسائل الخصب يعني انا دلوقت عندي الارض بتاعتي قلت عليها ارض خصبة طب الارض الخصبة ديت انتجت عندي محاصيل طب انتجتها وهحسب حسابها انها طلعت خصبة او غير خصبة ازاي قبل ما نخش على الارشادات لازم انا اكلمك عن حاجة اسمها الدفاتر المزرعية ايه هي الدفاتر المزرعية اللي هي السجلات اللي انت بتسجل فيها العمليات الزراعية بتاعتك اللي هي بتتم يوم بعد يوم وبتسجل فيها اراضاتك ومصروفاتك خلال الموسم الزراعي او خلال السنة ايه الزراعية اول دفتر عندنا كنا بنتكلم عنه دفتر اسمه دفتر 150 وبيجيلك 150 والنمازج الدفاتر اللي انا نكلم عنها ديت في امتحان العمل في عرض ايه العمل انك انت بتخش العمل عندك بيكون فيها عرض من نمازج خضرية للمحاصيل نمازج بزرية للمحاصيل فيه نمازج للحشائشة اللي تتنمو ايه في المحاصيل وفيه نمازج للسجلات ايه المزرعية فاحنا السجلات اللي احنا نتكلم عنها النهاردة ديت اول سجل اللي عندي سجل اسمه سجل 150 عنحة ايه هو سجل 150 عنحة سجل 150 عنحة اللي هو دفتر ارادات ومصرفات المزرعة بتسجل فيه العمليات بتاعتك يوم بعد يوم وبتسجل فيه اراداتك يوم بعد يوم بمعنى انا النهاردة عندي راي انا بسجل في التاريخ بتاع النهاردة تاريخ النهاردة كذا تمت عملية راي في العمال اخدت مثلا 5 عمال العامل في 100 جنيه ايه اجور العمال 500 جنيه النهاردة فيها عزيق انا عزائت النهاردة استخدمت 10 عمال كل عامل بياخد 100 جنيه ايه اجور عمال العزيق 1000 جنيه جيت بعد كده في الحصاد اخدت في الحصاد كذا عاملت تمام سجلت الاجر ايه بتاعهم بيعت الامح بتاعي وبيعت التبني بيسجل بيعت امح بكذا بيعت امح ب10.000 جنيه وبيعت امح ب5000 جنيه يبقى إجمال الإرادات بتاعت خلال موسم زراعة الأمحة ده مثلا 15 ألف إجنيه يكون متسجلة في دفتر 150 عين ده الدفتر العمليات اللي أنا بسجل فيه العمليات بتاعت يوم بعد يوم دفتر الإرادات والمصرفات طيب أنا دلوقت فيه محصول أنا جبته فيه تقاوي أنا جبتها ودخلتها المخزن على دفتر اسمه دفتر 112 مخازن دفتر 112 مخازن ده أنا بخزن أو بضيف عليه التقاوي أو الأسمدة اللي أنا اشتريتها طيب دخلت عند المخزن أنا عايز أسحبها أسحب التقاوي ديت أو أسحب السماد علشان خاطر إيه أسمد أو علشان خاطر إيه أزرع فهسحبه بإيه؟ هسحبه بدفتر جديد اسمه دفتر 111 عنحة أو إذن صرف إذن إيه صرف هعمل إذن صرف بالكمية أنا عندي في المخزن 50 كيلو تقاوي أمح هسحب 50 كيلو المرخص عندي 50 كيلو والمطلوب 50 كيلو أنا عندي كده أصبح في الرصيد إيه صفر أنا سحبت الأمح ده التقاوي بتاعتي في المخزن بعد ما ضفتها بـ 112 هسحبها بـ 111 عنحة اللي هو إذن إيه صرف طيب أنا هزرعها هزرعها بناء على إيه هزرعها على إيه حاجة اسمها محضر التسميد ومحضر التسميد نفس الخنات بتاعته نفس الشغل بتاعه هو التسميد يعني محضر الزراعة ومحضر التسميد هو محضر إيه واحد ولكن بيختلف إيه المسمى هنا استخدمت تقاوي ولكن هنا استخدمت إيه سمات دي دفاتر مزرعية مهمة إيه جدا لازم إيه تعرفها طيب العمال اللي اشتغلت عندي حضوره العامل والشغل بتاعه طيب هو جان الصبح ومشي آخر نهار اشتغل معي يوم كامل اللي اشتغل معي إيه نص يوم فأنا بسجله في يومية العمال بتاعته في دفتر 162 دفتر 162 عنحة اللي هو يومية عمال يعني يومية العمال لها دفتر اسمها دفتر إيه 162 يعني أنا في النمازج لو شفت كده اسم العامل معاد الحضور معاد الانصراف ده اسمه دفتر إيه 162 يومية إيه عمال طيب الأمحة اللي أنا حصدته والتيب عايزة دخله مخازن هدخله إزاي بدخله على محضر تخزين اسمه الصمارة 164 عنحة الصمارة 164 عنحة اللي هي محضر إيه تخزين دي اسمها الدفاتر إيه المزرعية أو السجلات المزرعية اللي انت هي بتستخدمها وبناء عليها انت هتحسب ربحيتك أو خسرتك من خلال إراداتك ومصرفاتك خلال العام إيه العام الزراعي اللي هو إيه انقضاء أو اللي هو إيه انتهى وإحنا طبعا هنتكلم النهار ده على إرشادات حل مسألة الخزب أنا علشان أحل مسألة الخزب هيكون عندي معلومية إنتاج وحدات إنتاج وحدات بيع ماشي وحدات إيه إرادة يعني أنا هيكون عندي إرادات وعندي مصرفات وعندي وحدات إنتاج فبالتالي لازم أرجع إيه للسجلات أرجع لمين للسجلات فإحنا هنشوف مع بعض أول حاجة في مسألة الخزب أنا بحلها أو بجيبها أول خطوة بجيبها بحسب إراداتي بحسب إيه الإرادات قالك الإرادات بتساوي عدد وحدات الإنتاج في سعر الوحدة عدد وحدات الإنتاج في سعر إيه الوحدة زائد عدد الأحمال في سعر إيه الحمل ده ينطبق على محصول إيه؟ على محصول الأمح لأنه محصول الأمح هاخد منه محصول حبوب وهاخد منه محصول إيه؟ تيب فبالتالي سعر الحبوب بيختلف عن سعر التب أنا عند على سبيل المثال سعر أرداب بالأم حد إيه 640 جنيه ولكن سعر حمل التبن 200 جنيه أنا عند دلوقتي الفدان بتاعي جاب 18 أرداب فأنا هضره بالـ 18 في الـ 640 وهجمحها على عدد حمول التبن جاب معي 10 حمول في 200 جنيه بـ 2000 جنيه وهجمحهم لتنين بعض بعض هي دي الإرادات بتحت تاني في الإرادات ممكن أحسبها من عدد وحدات الانتاج في سعر إيه الوحدة بس مش هلجأ إيه للسعر الوحدة التاني اللي هو إيه بتاع الأحمال أو سعر إيه الحمد على سبيل المثال أنا زارع محصول القطن زرحت محصول إيه القطن محصول القطن زرحت عندي فدان الفدان ده جاب 10 أنطير تمام فأنا ببيع القطن بس ما ببيعش إيه الحطب محدش بيشتري إيه حطب فبالتالي أنا بفرم الحطب أو بستخدمه إيه أفرمه أعمله كومبوست أو ليه أي استخدام عندي إيه جوه المزرعة غير إنه إيه يتباع غير إنه يتباع عندي محصول زي محصول البرسيم محصول البرسيم العائد الاقتصادي بتاعه إيه هو حش بالحشة أنا الحشة دي أخذت كذا بس أنا عندي إيه عاد سعر الحشة فبالتالي دلوقت أنا مش هقدر إيه أدخل إيه سعر حاجة تانية إيه معه فإحنا قلنا أول خطوة بنحسفة بنحسب الإيرادات الإيرادات عندي بتسوي عدد وحدات الإنتاج اللي هي الكميات اللي أنتجت عندك بالأرداب أو بالحمل في سعر الوحدة اللي هو السعر اللي أنت هتبيع إيه بيه وده في الأمح لو فيه إيه أحمال تبني أنا بزود عدد الأحمال في سعر إيه سعر إيه الحمل الإيرادات التانية عدد وحدات الإنتاج في سعر الوحدة لو أنا ما عنديش إيه تبني زي محصول إيه القط نخش نشوف إيه اللي هيتحسب تاني الإرادات ممكن نحسبها من إيه تاني الإرادات قالك بتتحسب المصرفات زائد الربح ممكن في المسألة يذكر لك قطعة مصرفاتها ألف جنيه وربحها كذا يبقى إراداتك كامها تجمع مصرفات زائد الربح هيديك إيه الإرادات والإرادات ممكن تتحسب من المصرفات ناقص إيه الخسارة أنا صرفت على الأرض بتحت 10.000 جنيه جابت لي 8.000 جنيه يبقى الإرادات عندي كام 8.000 اللي هالي 10.000 ناقص 8.000 يبقى أنا عندي كده ناقص الألفين ناقص إيه الخسارة يبقى الإرادات بتساوي المصرفات ناقص إيه الخسارة وفي خطوة تاني ممكن أحسبها لو أذكر لي الربح أو معلومية الربح فأنا هحسبها بإيه من ناحية المصرفات زائد الربح بعد كده ممكن يطلب مني مصرفات إن أنا أحسب المصرفات طب المصرفات أنا هحسبها إزاي إحنا عرفنا الإرادات بتتحسب إزاي بكذا طريقة ممكن اللي هي عدد الوحدات في سعر إيه الوحدة ونجمل أو ممكن أحسب الإرادات قالك مصرفات زائد إيه ربح أو ممكن أحسب الإرادات مصرفات ناقص إيه خسارة طيب المصرفات هتتحسب إزاي قالك المصرفات بتساوي الإرادات ناقص إيه الربح المصروفات بتاعت الإرادات ناقص ري service أنا هقول لك مثلا مزارع زرع قطن أنتاجت الإرادات كانت 10 تلاف جنيه والربح كان 3 تلاف جنيه يبقى أنت دلوقتي المصروفات بتاعتك كم يبقى الإرادات العشر تلاف ناقص 3 تلاف الربح يبقى المصروفات بتاعتك هتطلح 7 تلاف جنيه أو المصروفات هتساوي الإرادات زي دي الخسارة المصرفات يعني أنا الإرادات بتاعتي أنا جات لي جبت 8000 جنيه وكنت خسران 2000 جنيه يبقى 2000 زائد الثمانية يبقى المصرفات بتاعتي كانت كام 10000 جنيه وإحنا هنحدد الخسارة إزاي؟ هنحدد الخسارة إذا كانت الإرادات أقل من المصرفات الربح إذا كانت الإرادات أعلى من المصرفات النقطة اللي بعد كده الربح إزاي بحسب الربح؟ بحسب الربح إرادات نقص مصرفات أنا صرفت 5000 جنيه والإرادات بتاعتي 10000 جنيه يبقى 10000 نقصت 5000 يبقى أنا ربحت كام الربح عندي 5000 جنيه يبقى ثالث خطوة أنا بجيبها في المسألة بحسب إيه؟ بحسب الربح يبقى إحنا كده ممكن نحسب إرادات وممكن نحسب مصرفات وهنحسب إيه؟ الربح ربح حاجة هنحسب إن نسبة المقاوير لربح أو ممكن نحسب إيه؟ الخسارة الخسارة، الخسارة ساوت إيه؟ ساوت المصرفات ناقص الإرادات المصرفات ناقص إيه؟ الإرادات وإحنا قلنا بنعرف إزاي الأرض عندي خسرت؟ الأرض خسرت إذا كانت الإرادات عندي أقل من المصرفات أنا صرفت 10,000 جنيه، الإرادة اللي جالي 8,000 جنيه يبقى أنا كده إيه؟ عندي خسارة، عندي إيه؟ خسارة يبقى المصرفات ناقص الإرادات بتسوي إيه؟ خسارة هنحسب النسبة المقاوية للربح، يعني إيه النسبة المقاوية للربح؟ يعني أنا الألفين جنيه اللي أنا خدتها ديتها هعملها كنسبة، هحسبها كنسبة على المصرفات اللي أنا عملتها واشوف الجنيه اللي انا اشتغل معايا ده جاب معايا قد ايه او ربح معايا قد ايه يبقى انا بحسب النسبة المقاوية للربح بيساوي الربح على المصرفات في مية الربح على المصرفات ايه في مية او الخسارة الخسارة بتساوي ايه لكن الخسارة بتساوي النسبة المقاوية للخسارة بتساوي الخسارة على المصرفات في مية يبقى الخسارة عندي الخسارة على المصرفات ايه في مية يبقى انا علشان احسب النسبة المقاوية للربح الربح على المصرفات في مية الخسارة أحسب النسبة المقاوية لها الخسارة على المصرفات في مية بعد كده تكليف الوحدة أحسب تكليف الوحدة زي المصرفات على عدد الوحدات بمعنى أنا الأرض عندي صرفت 5000 جنيه أنتكت 100 أرداب أنتكت كام 100 أرداب فأنا هأسم 5000 جنيه المصرفات على الميت أرداب فهيطلع لي ساعة الوحدة دي تتكلفت معايا يبقى تكليف الوحدة بتساوي المصرفات على عدد وحدات الانتاج المصرفات على عدد وحدات الانتاج بمعنى أنا اشتريت فاجهة اشتريت كله تفاح كله تفاح ده اشتريته ب20 جنيه دي 5 صفحات يبقى 8 تفاحة كام 4 جنيه يبقى أنا أدي تكليفة الوحدة بالنسبة للتفاح يبقى أنا دلوقتي أنتكت عندي أنتكت 10 أرداب يبقى هشوف المصرفات بتحتي قد ايه وهقسمها على 10 أرداب وهشوف الأرداب عندي يتكلف قد ايه تكليف ايه الوحدة إذا كانت الإرادات أكبر من المصرفات تكون الأرد خزبة إذا كانت الإرادات أكبر من المصرفات إذا الأرد خزبة بمعنى أنها حققت معايا ربح الأرد إيه خزبة حققت معايا إيه ربح إذا إراداتي جات أعلى من المصرفات إرادات أعلى من المصرفات إذا الأرد إيه خزبة وهنعرف الحكم ده بناخده إيه إزاي يبقى الأرد خزبة إذا إراداتها كانت أعلى من المصرفات طيب النقطة اللي بعد كده قالك إذا كانت الإرادات تساوي المصرفات كانت الأرد محايدة يعني إيه الكلام ده يعني أنا دلوقت زرحت أمح وروحت بيحته الأمح والتب الأرض ديت حسبته مصرفاتي أنا أصرف عليها 8000 جنيه بيحت الأمح والتبني بال8000 جنيه الإرادات ساوت المصرفات يبقى الأرض هنا اسمها أرض إيه محايدة أين الخسارة لا توجد إيه خسارة أين المكسب لا يوجد إيه مكسب فتسمى في هذه الحالة أرض إيه محايدة أرض محايدة أرض إيه محايدة النوع الثالث من الأراضي إذا كانت الإرادات أقل من المصرفات فالأرض تسمى جدباء يعني الأرض التي تحقق خسارة تسمى أرض إيه جدباء إذا كانت المصرفات أعلى من الإرادات تسمى أرض جدباء الأرض التي تحقق معها خسارة تسمى أرض جدباء أرض جدباء بمعنى تحقق خسارة لم تحقق أي مكسل لم تحقق أي مكسل أمثلة على مسائل الخصب تعالوا بقى نشوف مع بعض ورقة أو ألم ونكتب مثال والمثال ده موجود عندك في الكتاب المدرسي ذكر الأمثلة دي كويس هي بتيجي زي ما في الكتاب بالضبط الأمثلة بتاعتك ولكن بيحصل ايه اختلاف النسب والحاجات والخطوات اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية أنه ممكن يجيب لك مرة مصرفات ممكن يجيب لك مرة إرادات مرة ممكن يجيب لك ربح ويقول لك طلع المصرفات فين الإرادات هنا بتاعتك فين وتبدأ تحسب ايه الشغل بتاعي تعالوا نشوف مع بعض أول مثال مثال رقم واحد قطعتان من الأرض متساويتان زراعة قمح يعني القطعتين الزراعة ايه قمح أنتجت الأولى 15 أردب زائد 12 حمل تب وبلغ ربحها 5700 جنيه وأنتجت الثانية 12 أردب زائد 10 حمل تب وبلغت مصرفاتها 2500 جنيه أيهما أخصب ولماذا؟ إذا علمت أن سامن أردب القمح 420 جنيه وحمل تب 200 جنيه نشوف المثال نقرأه قطعتان متساويتان من الأرض زراعة قمح أنتجت الأولى 15 أردب زائد 12 حمل تب وبلغ ربحها 5700 جنيه وأنتجت الثانية 12 أردب زائد 10 حمل تب وبلغت مصرفاتها 2500 جنيه أيهما أخصب ولماذا؟ إذا علمت أن سامن أردب القمح 420 جنيه وحمل تب كام 200 جنيه طيب خلي بالك القطعة الأولى ذكرتك فيها ايه؟ قالك ربحها بلغ ربحها 5700 جنيه ولكن الثانية ما ذكرش فيها ربحها ذكر فيها ايه؟ مصرفاتها يعني أنت كده ايه؟ هتخش فيه فأكتر من خطوة علشان تحل المسألة دي علشان نحل المسألة دي لازم ايه؟ نعمل لها الأول معطيات بتاعتها نشوف معطياتها يعني ايه معطياتها الحاجات اللي هي ايه؟ طلعالي علشان أشتغل عليها تعالوا نشوف المعطيات بتاعة المسألة معطيات المسألة تعمل كده معطياتك القطعة الأولى الانتاج بتاعها 15 أرداب و 12 حملة تيب ربحها كان 5700 طيب القطعة الثانية انتجت 12 أرداب و 10 حملة تيب مصرفاتها 2500 تعالوا نخش بقى نطبق الكلام ده على القانون اللي احنا والإرشادات اللي احنا خدناها من 5 زقايق بالضبط وقلنا نكتبها علشان هتفيدنا في الشغل بتاعنا مع العلم سعر أرداب بالقامح على 420 جنيه و حملة تيب ايه 200 جنيه يعني ده منطبق ايه على ده لأن السعر ايه زي ما اتفعلنا سعر ايه موحد هنجيب نكتب كده إرادات القطعة الأولى إرادات ايه القطعة الأولى هنحل تعال نشوف مع بعض رقم واحد إرادات القطعة الأولى هتسوي كام 15 في 420 أنتجت 15 أرداب في 420 اللي هو 8 ايه 8 أرداب الأمح زائد 12 12 ايه ده أنتجت 12 حمل تيب في 200 جنيه ايه هي المتين جنيه اللي هي سعر حمل ايه التيب يبقى 8 الأمح الوحدي الدني 6300 جنيه زائد سعر التيب الوحدي 2400 جنيه يبقى جماليهم مع بعض 8700 جنيه يبقى كده أنا عندي إرادات القطعة الأولى 8700 جنيه جات ازاي إن أنا ضربت عدد وحدات الانتاج الخاصة بالأمح 15 أرداب في سعر الأرداب 420 زائد عدد وحدات إنتاج التيب اللي هو 12 حمل تيب في 200 جنيه اللي هو سعر حمل التيب الدني اللي جمالي بتاعهم 8700 جنيه الخطوة البعدة كده المصرفات هناك قالك فيها ربح كانت مربحة 5700 جنيه 5700 جنيه وما كانش جايب لي المصرفات أخفالي المصرفات الدني ربح والدني وحدات انتاج وسعر إيه وحدات الانتاج إحنا كده جبنا الإرادات بتاعتنا الكاملة كام الإرادات الكاملة عندي 8700 جنيه تعالي شوف بقى المصرفات قالك المصرفات في الحالة دي هتساوي الإرادات ناقص الربح المصرفات ناقص الربح المصرفات بتاعتي بتساوي الإرادات اللي هي 8700 جنيه ناقص ال 5700 اللي هو قال لي ربحت 5700 جنيه يبقى ربحت عندي نسبة الربح عندي هنا كام 3000 جنيه يعني أنا لو طرحت ال 5700 من 8700 هيديني 8000 3000 جنيه يبقى أنا كده المصرفات عندي كام 3000 جنيه يبقى القطعة الأولى أصبح عندي ليها ربح 3000 جنيه ليها لها ربح 5000700 جنيه ليها مصرفات 3000 جنيه ليها إرادات 8700 جنيه تعالي نشوف الخطوة اللي بعد كده هنحسب ايه نحسب النسبة المقاوية لمين للربح النسبة المقاوية للربح الربح قولنا في الحالة دي هتساوي الربح على المصرفات في 100 زي القانون إيه ما بيقول يبقى هنا النسبة المقاوية للربح بيساوي 5700 على المصروفات بتاعت 3000 جنيه في 100 يبقى كده نسبة الربح عندي 190% يبقى هنا كده نسبة الربح عندي كام 190% يبقى أنا كده الجزء الأولاني النص الأولاني من المثال أنا حليته إيه صح وطلحت النسبة بتاعته ب190% تعالوا نخش على القطعة التانية ونطبق عليها القوانين والإرشادات ونشوفها تطلع معانا بقد إيه إرادات القطعة التانية قلنا نعمل لها إيه معطيات وإحنا كنا شايفين إيه المعطيات وإيه وكات بينها تعالوا نشوف إيه اللي هيتحسب رقم واحد الإرادات بتاعتها 12 هي 12 أنتجت 12 أردب أمح في 420 ثمان أردب الأمح زائد 10 إيه هي العشرة قلنا العشرة اللي هي أنتجت 10 حمول تيب أو 10 أحمال تيب فيه 200 جنيه 200 جنيه اللي هو سعر حمل إيه التيب يبقى 8 الأمح الوحدي 5040 زائد 8 التيب الوحدي 2000 جنيه يبقى إجمالي الإرادات عندي بتاعت القطعة التانية 7040 جنيه أنت احسبهم مع بعض بالقلل حسبة وشغال معنا وإحسب مع بعض ونشوف النتج هيطلع معنا كامل يبقى إحنا كده الإرادات قلنا هتساوي 12 في 420 اللي هي عدد وحدات إنتاج الأمح زائد 10 اللي هي عدد وحدات إيه التيب جمعنا إرادات لتنين مع بعض إداني جملة إرادات 7040 جنيه هناك أنا أعطيني مصورفاتها تيبقى أنا كده القطعة التانية أتوفر عندي إرادات وتوفر عندي إيه مصورفات يبقى هيغيب عندي إيه هنا هيغيب عندي الربح تعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده الربح الربح ساوى إيه قالك الربح بيساوي الإرادات ناقص المصورفات إحنا قلنا الإرادات عندنا إجمالي الإرادات طلح 7040 جنيه والمصورفات بتاعتها كانت 2500 جنيه يبقى الإرادات 7040 ناقص 2500 جنيه يبقى الناتج عندي النهاية 4540 جنيه يبقى الأرض عندي قطعة ثانية ربحت كام 4540 جنيه الله يا أستاذ ده قطعة الأولانية كانت جايبة 12 أرداب دي جايبة 10 يعني كانت أعلى قطعة الأولانية أعلى فيين أعلى في التبن وأعلى إيه في حبوب الأمح ودية كانت أقل بس جايبة ربحة إيه أعلى هقولك بس المصروفات بتاعتها كانت أعلى من التانية المصروفات بتاعتها أنا علشان أجيب الإنتاج ده زودت تسميت زودت ري زودت إيه عمالة زودت حاجات كتير علشان أوصل إيه للإنتاج إيه بتاعي اللي أنا حصلت عليه ده يبقى إحنا كده في الخطوة الثانية في القطعة الثانية الربح ساوى الإيرادات ناقص إيه المصروفات يبقى 7040 ناقص 2500 ساوت 4540 جنيه تعالوا نحسب إيه بعد كده الخطوة الثالثة نحسبها النسبة المقاوية للربح النسبة المقاوية إيه للربح وقلنا النسبة المقاوية للربح بتساوي إيه اللي بيساوي الربح على المصروفات في 100 الربح على المصروفات في 100 تعالوا نشوفها مع بعض يبقى النسبة المقاوية للربح للثانية للقطعة الثانية بتساوي الربح على المصروفات في 100 كانت مربحة معاي 4540 على 2500 جنيه مصروفاتها في 100 فقدتني 181.6 من عشر ايه في المية 181.6 من عشر ايه في المية يبقى احنا كده ايه اللي حصل هيحصل تفاضل بين الاثنين الاولانية زي احنا مفاكرين مع بعض اجابة كام نشوف المفاضلة بين الاثنين القطعة الاولى اخصب من الثانية لان النسبة المقاوية للربح ايه اعلى ليه لان في الاولانية ادتني 191 في المية 190 في المية ربح التانية ادتني 186 من عشر في المية فهنا الربح النسبة المقاوية للربح عالية فايهم اخصب يبقى القطعة الاولى اخصب منين من الثانية لارتفاع النسبة المقاوية ايه للربح يبقى ده اول مثال معنا في مسائل الخزة تعالوا نشوف مثال تاني المثال التاني مزارع لديه قطعتان من الارض زراعة قطنة بلغ ربح القطعة الاولى 3500 جنيه وانتجت 5 قنطير وبلغ ربح القطعة الثانية 3000 جنيه وانتجت 3.5 قنطارا ايهما اخصب ولماذا اذا علمت ان ثمن قنطار قطن 1200 جنيه نقول للمثال تاني مزارع لديه قطعتان من الارض زراعة قطنة بلغ ربح القطعة الاولى 3500 جنيه وانتجت 5 قنطير وبلغ ربح القطعة الثانية 3000 جنيه وانتجت 3.5 قنطار ايهما اخصب ولماذا اذا علمت ان ثمن قنطار القطن 1200 جنيه تعالوا نحل مع بعض حسب الارشادات اللي احنا اخذناها في الاول وقلنا لازم ان نعمل ايه معطيات المسألة المعطيات باخد التفاصيل اللي هي جات في القطعة الاولى وتفاصيل القطعة ايه التانية تعالوا نشوف التفاصيل القطعة الاولى انتجت 5 قنطير وربحها 3500 جنيه طيب القطعة التانية انتجت 3.5 قنطار وربحها 3000 جنيه 3000 ايه جنيه الاتنين معهم حاجة عام المشترك واحد ان الاتنين زراعات قطن زراعات ايه قطن وسعر ايه قنطار وكطن قالك 1200 جنيه سعر قنطار وكطن كام 1200 جنيه طيب ممكن افضل للربح للربح فبالتالي هتقدر كده انت تحكم ايه على وتفاضل على جودة ايه الاراضي تعال نشوف حال المسألة ارادات القطعة الاولى هتساوي ايه رقم واحد الاراضات هتساوي خمسة خمسة يعني ايه خمسة يعني انتاجة خمس قنطير قط في 1200 جنيه ايه هي 1200 جنيه 1200 جنيه اللي هو سعر قنطار قط ساوت اراضاتها 6000 جنيه ساوت الاراضات كام 6000 جنيه خلي بالك نرجع للمثال بالذكرة المثال السابق كان في ايه حسبنا حكتين حسبنا ايه حكتين حسبنا سمن القمح وثمن ايه التبني وجمعناهم مع بعض وقلنا عليهم ايه اراضات وقلنا ايه اراضات اراضات القمح واراضات التبني وجمعناهم ايه اراضات كلية لمين للامح ولكن عندنا احنا هنا في القط هو ايه قطن بس باع قطن بس ما فيش حطب وما فيش حاجة تاني حاجة تحسب ايه بالحمول فبالتالي انا بحسب ايه عدد قنطير فقط لغير الخطوة اللي بعد كده مصرفات القطع الأولى مصرفات القطع الأولى قلنا المصرفات إيه الست تلاف بتاعتنا اللي هي إيه الإرادات ناقص الربح بتاعتها اللي هي 3500 جنيه وفدتني 2500 جنيه إداني كام 2500 جنيه مصرفات يبقى الخطوة التالتة اللي هتخش بعد كده عليها النسبة المقوية للربح قلنا الربح بيساوي النسبة المقاوي للربح بتساوي ايه اقولنا بتساوي الربح على المصروفات في 100 طيب هي ربحت معايا 3500 مصروفاتها كانت 2500 في 100 اذا القطعة دي النسبة المقاوي للربح بتاعها 140% 140 وكام في المية 140 في المية تعالوا شوفوا القطعة الثانية ارادات القطعة الثانية لازم اوانا باحل في كراست الاجابة اوضح ارادات القطعة الاولى واشتغل إرادات القطعة الثانية واشتغل أفرأ بين شغل القطعة الأولى وشغل القطعة الثانية إرادات القطعة الثانية هتساوي قالك هتساوي الإرادات 3.5 أنتجت 3.5 كنتارة في 1200 جنيه اللي هو سعر الكنطار ساوت 4200 جنيه ساوت 4200 جنيه يبقى الإرادات عندي هنا كام 4200 جنيه وكنت ذاكر هناك مصرفات كانت 3000 جنيه هنخش نشوف بعد كده إيه الخطوات إزاي رقم 2 مصرفات القطعة الثانية قلنا المصرفات هتساوي إيه هتساوي الإرادات اللي إدهالي ناقص الربح اللي هو ذكره لإيه في المسألة أنا كده جبت مصرفات حسبتها من وحدات الإنتاج ضربتها في إيه في سعر الوحدة ناقص الربح ده كان عطهه لأساس إيه في المدرسة في المحطيات بتاعت يبقى المصرفات هتساوي الربح ناقص الإرادات الربح ناقص إيه الإرادات يبقى المصرفات عندي هنا 3000 جنيه ناقص 4000 و 200 جنيه إذن المصرفات عندي 1200 جنيه 1200 ايه جنيه طيب دي تاني خطوة تالت خطوة هنخش على ايه هنخش على النسبة المقاوية للربح وقلنا النسبة المقاوية للربح بتساوي ايه لكن النسبة المقاوية للربح بتساوي الربح على المصرفات في 100 الربح على المصرفات في كم؟ في 100 تعالوا نشوف الخطوة النسبة المقاوية للربح الثانية بتساوي الربح على المصروفات في كام في 100 يبقى هتساوي 3000 جنيه على 2200 جنيه في 100 2200 جنيه في كام في 100 يبقى ساوت عندي كام يا سيدي نسبة المقاوية للربح ساوت 250 في المية هناك كانت كام فاكرين كانت حوالي 140 في المية يبقى احنا كده القطع التانية مربعها معايا كام أو النسبة المقاوية للربح 250% نحكم من فيهم إذن القطعة الثانية أخصب من القطعة إيه الأولى لارتفاع النسبة المقاوية إيه للربح إذن القطعة الثانية أخصب من القطعة إيه الأولى لارتفاع النسبة المقاوية إيه للربح الربح بتاعي وصل كام 250% ولكن هناك كان 140% أمثلة على الدورات الزراعية احنا اتكلمنا عن الدورة الزراعية وقلنا التعريف بتاعها هو نظام تعاقب وتبادل المحاصيل في قطعة أرض معينة والفترة الزمنية معينة وقلنا الدورات عاماتنا عندنا هنا في مصر وبتسمى باسم المحصول الرئيسي وإيه هو المحصول الرئيسي هو المحصول الأقصر قيمة اقتصادية في محاصيل الدورة ومن أمثلة هذه المحاصيل اللي احنا ذكرناها ذكرنا محصول القطن يعني دورة قطن لإما سنائية أو سلاسية أو ربعية أو دورة أرز للأراضي الملحية يبقى أنا كده عندي دورة إيه أرز أو دورة فول سوداني ديت للأراضي حديثة استصلاح والأراضي الرملية أو دورة قصب دورة إيه قصب للمناطق التي تزرع قصب إيه السكر اللي هي في الوجه إيه الإبليل إيه قصب السكر السقل لأن قصب السكر محصول معامري يمقص في بقعته عشر سنوات عشر إيه سنوات تعالي نشوف أمثلة على الدورات الزراعية هتتحل إزاي هنخش على طول على مثال ومن المثال هناخد الإرشاد بتاحها والخطوات اللي أنت إيه هتمشي عليها في الحل بتاحها صمم دورة زراعية لمزرعة تزرع بها المحاصيل التالية صمم دورة زراعية لمزرعة تزرع بها المحاصيل إيه التالية خمساشر فدان زرع شامية وخمساشر فدان أرز وخمساشر فدان قط وخمسة برسيم مستديم وعشر فدان أمح وعشر فدان فل بلدي وخمسة فدان كتان وخمساشر فدان برسيم تحريش موضحا مدة الدورة عدد أقسام الدورة رسم كروكي يوضح توزيع المحاصيل على الدورة رسم كروكي يوضح توزيع المحاصيل على الدورة وقلنا اللي هو الشكل الرباعي اللي احنا بنرسمه وبنقسم فيه الدورة بتاعتنا إذا كانت دورة سلاسية بتكون دورة 3 أقسام في 3 سنوات بتسع إيه خانات داخل إيه المربع أو دورة سنائية بتكون 2 في 2 أقسام عدد الأقسام 2 وعدد سنوات 2 بتكون 2 في 2 بتكون 4 إيه خانات داخل الشكل إيه الرباعي احنا أنا حددتلك اللي هي المحاصيل الصيفية اللي هي بتساوي مساحة المزرعة باللون الأحمر علشان تاخد بالك منها وعشان تبقى مركز معايا كويس وزي ما قلنا إن المزرعة عندي أنا بحسبها بإجمالي مساحة المحاصيل الصيفية المزرعة عندي بتحسب من إجمالي المحاصيل الصيفية تحسب من ساحة المزرعة أول حاجة هنحسبها تحسب من ساحة المزرعة مساحة المزرعة هتساوي مساحة المحاصيل الصيفية اللي هم كانوا 15 فدان زراء الشامية 15 فدان أرز 15 فدان قطن يبقى أنا عندي مساحة المزرعة بتاحت هنا كام يا أستاذنا مساحة المزرعة عندي هنا 45 فدان إذن المحصول الرئيسي القطنة ويمثل سلسة المساحة بيمثل تلتة المساحة يعني الدورة كده وش وأنا مغمطة تبقى دورة إيه للقطن دورة سلاسية تبقى دورة إيه سلاسية والقطنة عندي هنا واخد 15 فدان هياخد قسم كامل من أقسام الدورة تعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده هنحسب مدة الدورة مدة الدورة بتتحسب إزاي قال لك مدة الدورة بتتحسب من خلال المعادلة دي اللي هي مدة ماكس المحصول الرئيسي في بقعاته بالسنين على نسبة ما يجغاله من مساحة مدة ماكس المحصول الرئيسي يعني إيه طول عمر المحصول الرئيسي المدة اللي بيقضيها من ساعة ما بزرعه بزرع لحد ما بقطعه ساعة إيه الحصد فجميع المحاصيل عندنا المحاصيل الحولية بيحسب لها سنة واحدة بس اللي هي مدة إيه الماكس مدة الماكس كم سنة؟ سنة واحدة بس إذا كان المحصول يقضي في بقعاته ستة شهور أو تسعة شهور بتحسب له إيه سنة ولكن إذا اختلفنا دخلنا في الأصب في المحصول المعام فكده عدد السنين إيه هيختلف لأن الأصب هيمقص في بقعاته ممكن ست سنوات أو ممكن إيه عشر سنوات فمن خلال المسألة والمعادلة إحنا بنقدر نجيب ونحل إيه المسألة بتاعتنا يبقى مدة الدورة عندنا بتساوي مدة مقص المحصول الرئيسي في بقعاته بالسنين على نسبة ما يشغله من مساحة قلنا هناك القطن بيشغل قدية بيشغل التلت لأن مساحة المزرعة عندي 45 فدان ومساحة القطن من ال45 بتساوي كام 15 يمثل السلس يمثل إيه السلس يبقى أنا هنا حسب القانون مدة مقص المحصول سنة على تلت اللي هو السلس هتساوي 3 سنوات يبقى مدة الدورة عندي بتساوي كم سنة؟ 3 سنوات مدة الدورة بتساوي كام؟ 3 سنوات نخش بعد كده عدد أقسام الدورة في المحاصيل الحولية اللي هي زي الأطن والأرز والفلس سيداني بنقول عدد أقسام الدورة بيساوي عدد السنوات عدد الأقسام بيساوي عدد السنوات ولكن من خلال المعادلة اللي هي جاية ديت اللي احنا هنتكلم عنها جات إزاي؟ قلنا عدد أقسام الدورة بيساوي مدة الدورة بالسنين اللي هي إيه؟ مدة الدورة اللي احنا حسبناها في الخطوة اللي فاتت وطلعت معنا كام؟ 3 سنوات طلعت معنا 3 سنوات ومدة ماكس المحصول الرئيسي في بقعاته بالسنين هو بيمكس في بقعاته هي سنة واحدة يبقى أنا عندي 3 على 1 هيسوي كام قصب؟ 3 أقسام هيسوي كام قصب؟ 3 أقسام يبقى أنا عندي هنا مدة الدورة 3 سنوات وعندي عدد أقسام الدورة 3 أقسام فقلنا الشكل الرباعي هنا هنضرب السنوات في الأقسام هيتقسم 9 خانات 3 في 9 ايه؟ خانات وهنشوفها بعدين وإحنا بنحلم مع بعض المسألة نمسك المحاصيل نقسمها المحاصيل اللي احنا ذكرناها بقى تقسم المحاصيل الداخلة في الدورة إلى محاصيل شتوية ومحاصيل صيفية المحاصيل الشتوية هتتقسم إلى محاصيل بقلية ومحاصيل غير بقلية يعني محاصيل مجهدة ومحاصيل غير ايه مجهدة وكذلك الصيفية هتتقسم محاصيل بقلية ومحاصيل ايه غير بقلية يعني محاصيل مجهدة ومحاصيل غير ايه غير مجهدة طيب إيه اللي عندي المحاصيل الشتوية البقلية عندي البرسيم التحريش وبرسيم السديم والفول البلدي دي محاصيل ايه بقلية ولكن المحاصيل الغير بقلية اللي هو القمح والكتان ده غير بقل يعني مجهد للطربة مجهد ايه للطربة وهنعرف ليه تقسيمة المحасيل اللي احنا عملناها دي عشان لما نختار المحاصيل داخل القسم كده مع بعضينا نخلي المحاصيل تخدم ايه بعدها البعض نخلي محصول بقولي مجهد مع محصول غير بقولي غير ايه مجهد المحاصيل الصيفية عندي في الدورة البقولية ما فيهاش محصيل ايه بقولية في الصيفية ولكن عندي غير بقلية كان عندي ثلاث محاصيل رأسية وكل محصول بيمثل 15 فدان تلت المساحة 15 فدان قطنة 15 فدان أرزة 15 فدان زرائي شامية والثلاث محاصيل دول غير بقلية يعني مجهدة للطربة تعال نشوف ده الشكل الرباعي الشكل الرباعي بتاعنا هو اترازع عايزين نوزع بقى المحاصيل نوزع ايه المحاصيل بشرط أن يحتل المحصول الرئيسي قسم كامل من أقسام الدورة ودايما أول قسم في الدورة أحط فيها قسم ايه المحصول الرئيسي تعالوا نشوف ده الشكل الرباعي يقولنا عدد سنوات الدورة ثلاث سنوات عدد أقسام ثلاث أقسام ضربناه في بعض ثلاثة في ثلاثة فقولنا ايه الشكل الرباعي عندنا هيطلع بميكون من كام خانة تزع خانات تعالوا نشوف توزيع المحاصيل مع بعض أول قسم حطنا فيه خمستاشر فدان برسيم تحريش ثم خمستاشر فدان قط وسمينا القسم ده قسم ألف سمنا قسم ايه ألف ليه سمنا قسم ألف علشان يساعدنا ايه في توزيع بقية الخانات بدل المقعدة أخذ المحاصيل واكتب خمستاشر فدان برسيم تحريش ثم خمستاشر فدان قط لا أنا هكتب ايه ألف بعد كده اختصار لإيه للقسم ده القسم الثاني هنحط في ايه القسم الثاني عشرة فدان برسيم تحريش ثم آسف عشرة فدان قمح زائد خمسة فدان كتان ثم خمستاشر فدان أرز يعني القسم الثاني حطينا فيه عشرة فدان قمح وخمسة كتان ده في الشتاء في الصيفي زرعنا كام خمستاشر فدان أرز وسمينا القسم ده قسم ايه ب القسم الأولاني خمستاشر فدان برسيم تحريش بيديني حشة واحدة بس في الشتاء وبعد كده بزرع مكانه ايه القط كمحصول ايه صيفي في الخمستاشر ايه فدان وسمينا القسم الأولاني ايه ألف يبقى ده ألف وقسم الثاني ثمنها ايه ب تعال نشوف القسم الثالث القسم الثالث حطينا في ايه خمسة فدان برسيم مستديم زائد عشرة فدان فول بلدي ده في الشتوي ثم خمستاشر فدان زرشمية اعلم جيدا وتذكر دائما عند توزيع المحاصيل داخل الشكل الرباعي أراعي دائما السنة الزراعية عندي بتبدأ بالشتوي بتبدأ بالموسم الشتوي فبالتالي بحط في الدورة بتحتي المحاصيل الشتوية أولا ثم يليها ايه الصيفي السنة الزراعية بتبدأ عندي من واحد حداشر وتنتهي واحد وثلاثين عشر بتبدأ من واحد نوفمبر وتنتهي واحد وثلاثين أكتوبر يبقى احنا كده عرفنا بداية السنة ونهاية ايه السنة تعالوا نشوف التوزيع احنا سمينا القسم الأول ألف وسمينا القسم الثاني به وسمينا القسم الثالث ايه جيم تعالوا نوزحهم بحيث انه لا يتجوروا مع بعض لا يتكرروا لا في الصف ولا ايه ولا في العمود علشان ما يتجوروش ايه مع بعض يبقى السنة التانية بقى تعالوا شوف بقى الملعب بتاعنا هنغيره هنغير شوف الملعب بتاعنا رحنا الملعب الجديد بقت جيم القسم الأولاني السنة اللي فاتت كان مزروع برسيم تحريش وقط السنة دي بقى جيم يعني ايه جيم يعني هيتزرع فيه خمس فددين برسيم مستديم وعشر فددين فل ايه بلدي ده في الشتاء وفي الصيف هيتزرع خمس عشر فدان زراشمية تعال القسم الثاني الله بقى ألف القسم الثاني ايه بقى ألف كان السنة اللي فاتت منزارع عشر فدان أمح وخمس فدان كتان ده في الشتوي وزرع في الصيف 15 فدان ايه أرز ده ايه ألف طيب تعال نشوف به في القسم الثالث جاء عندي به السنة اللي فاتت كان مزروع فيه خمس فدان برسيم مستديم زائد عشر فدان في البلدي ثم خمس عشر فدان زرع شامية السنة دي هيزرع ايه هيزرع عشر فددين أمح وخمس كتان ثم خمس عشر فدان ايه أرز خلي بالك هنا المحاصيل بدأت تخدم ايه بعضيها من أول سنتين تعال نشوف في السنة الثالثة به يعني ايه به يعني في السنة الثالثة القسم الأولاني هزرع فيه عشر فددين أمح وخمس كتان ده في الشتوى ثم في الصيفي هزرع خمس عشر فدان أرز خمس عشر فدان ايه أرز طيب السنة اللي فاتت كان مزروع ايه كان مزروع اللي هو كان جيم اللي هو كان فيه مكان خمس فددين برسيم مستديم وخمسة في البلدي ومكانهم ايه زرع شامية في الصيفي بعد كده القسم اللي بعد كده جيم جيم ده ايه هزرع في ايه هزرع السنة دي فيه خمس فدان برسيم مستديم زائد عشر فدان في البلدي ثم خمس عشر فدان زرع شامية ايه في الصيفي السنة اللي فاتت كان مزروع ايه السنة اللي فاتت كان فيه خمس عشر فدان برسيم تحريش ده في الشتوي وكان مكانه في الصيفي خمس عشر فدان ايه قط تعال القسم الثالث ايه اللي حصل في القسم الثالث قالك اه القسم الثالث هو ظهر معي بقى ألف يعني هزرح في ايه يعني القسم الثالث في السنة الثالثة هزرح فيه في الشتوي 15 فدان برسيم تحريش في الشتوي ثم 15 فدان قط في الصيف وهو كان في البداية كان السنة اللي قابلها مزرع ايه كان مزرع أمح وكتان في الشتوي ثم أرز ايه في الصيف يبقى كده فيه تبادل وتوافق بين ايه المحاصد يبقى الدورة دي عندي دورة قطن سلاسية فأرض يصرح بها بزراعة ايه الأرز أنا عندي هنا 15 فدان رز يعني أنا عندي محصولين رئيسيين بتسمى بأسمائهم الدورة فين في دورة ايه واحدة يبقى يتسمى بمين بالأعلى أنا عندي قطن وعندي ايه أرز يبقى أنا لما أسمى الدورة ديت هتسمى دورة قطن سلاسية فأراضي يصرح فيها بزراعة ايه الأرز أنا عندي تصريح أن أنا أزرع رز في المنطقة ديت فأنا المحصول الرئيسي عندي قطن ولكن أنا ممكن أزرع ايه رز ولكن الرز ممكن في أي وقت يقول لي اقف ما تزرحش ايه رز فبالتالي أصبح بمحصول غير رئيسي عندي ايه في الدورة دي المساحة الحقلية ايه هي المساحة الحقلية اللي احنا قلنا مساحة ايه المزرعة اللي هي قلنا الخمستاشر فدان زراشامي خمستاشر فدان قطن خمستاشر فدان أرز يبقى مساحة الحقلية عندي ساوة 45 فدان طيب ليه احنا جبنا النقطة ديت أو بيجيبها لك علشان انت ممكن تتلغبط فيها تتلغبط في ايه ما بين حاجة اسمها المساحة الحقلية والمساحة المحصولية ايه المساحة الحقلية دي اللي احنا ذكرناها اللي هي مساحة المحاصيل المزرعة عندي اللي هي مساحة المزرعة في المحصول ايه الصيفي دي مساحة الحقل عندي 45 فدان لا هيزيدوا أصبة ولا هيقلوا أراط تمام ولكن المساحة ايه المحصولية هتختلف ليه لانك انت هتجمع المحاصيل اللي انت زرحتها في الشتاء زرحتهم في 45 فدان وهتزرحهم في الصيف هم 45 فدان تمام يبقى أنت كده المساحة المحصولية بقى عندك كم؟ 90 فدان لأنك أنت زرحت الأرض في السنة كم مرة؟ مرتين وليس مرة واحدة تعالي نشوف مع بعض المساحة المحصولية بتساوي مجموع المساحات الشتوية والصيفية الشتوية والصيفية اللي ساوت إيه؟ 15 فدان اللي احنا قلنا عليهم قط زائد 10 فدان كان كانفول وخمسة فدان حلبة وخمسة فدان كتان المحاصيل بتاعتنا يبقى المساحة المحصولية بتاعت يساوت كم؟ 90 فدان لأننا زرحت 45 فدان في السنة مرتين يبقى المساحة المحصولية عندي كم؟ 90 فدان معامل التكسيف المحصولي ايه هو معامل التكسيف المحصولي؟ قالك معامل التكسيف المحصولي بيساوي المساحة المحصولية على المساحة الحقلية يعني أنا أخدت محصول 90 فدان من كم فدان من 45 فدان يبقى أنا هاكس من 90 على 45 يبقى معامل التكسيف عندي هنا كم 2 معامل التكسيف عندي هنا كم 2 بمعنى أن أنا أخدت محصول فدانين أخدت محصول فدانين مثال كمان صمم دورة زراعية لمزارع يريد أن يزرع المحاصيل الأتية 20 فدان برسيم مستدين 30 فدان قطن 10 فدان شعير 20 فدان كتان 30 فدان زرشامية 30 فدان برسيم تحريش 30 فدان فلسوية 10 فدان حلبة موضحا مدة الدورة عدد الأقسام كوروكي يوضح توزيع المحاصيل واسم إيه الدورة في نقطة عايزين قبل من خش في حال المثال ده قبل من خش في حال المثال ده لأن احنا هنسيب حضراتكم تفكروا فيه وهتحلوه ونراجعوا مع بعض إن شاء الله للحلقة اللي جاية ولكن قبل من نتكلم فيه في حاجة مهمة لازم ننوه عليها إيه هي ممكن في تصميم الدورة الزراعية يخفي عنك البرسيم التحريش لا يذكر فيها برسيم التحريش ولكن يذكر فيها محصول إيه القط فممكن يقول لك يصمم دورة زراعية لمزارع يريد أن يزرع المحاصيل إيه 20 فدان برسيم مستديم 30 فدان قطنة 10 فدان شعير 20 فدان كتان 30 فدان زرع شامية وما يذكرش البرسيم التحريش فلابد عند تصميم الدورة إنك أنت تعمل حسابك واتدخل برسيم تحريش قبل محصول القط وقلنا البرسيم التحريش اللي هو برسيم يديني حشة واحدة إيه فقط ويسمى بكذا اسم لدى المزارعين وهتلاقيه بكذا اسم إيه في الكتاب ممكن يكون برسيم تحريش ممكن يكون باسم برسيم فحك وممكن الفلاح يسميه برسيم إيه أصاري فإحنا مع بعض كده إيه حسبنا المزارع بتاعتنا ولما يذكر محصول القطن يذكر قبله برسيم إيه تحريش وبكده هنكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا النهاردة إن شاء الله ونستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته